شركة أديداس شهدنا بالفعل أداء منتاز لهذه الشركة إن كانت بالنسبة للمبيعات بالنسبة لصافية الدخل أعلنتها عن نتائج المبدئية خلال الأسبوع الماضي ولكن اليوم أيضا أعلنت الشركة بأن المبيعات ارتفعت بـ 17% إلى 4 مليار و800 مليون يورو وبالتالي استطعت أن تحقق صافية الدخل ارتفاع في صافية الدخل بـ 38% إلى 350 مليون يورو شركة ارتفعت الأرباح طبعا خلال الربع الأول وشركة أيضا رفعت توقعات المبيعات والأرباح بسبب الأجندة الرياضية المزدحمة خلال هذا العام في المقابل شهدناها تريد أن تبيع القطاع المتعلق في الغولف بالنسبة لهذه الشركة تفاعل بشكل إيجابي كثيرا خلال الأسبوع الماضي بعد النتائج المبدئية شهدنا سهم أديدا سيصل إلى أرقام قياسية جديدة ولكن من بعدها أخذ نفس مصار تقريبا تحركات السوق واليوم كما نشهد أداء استراجعات بأكثر من 1% أيضا سهم أديدا استراجعات بأكثر من 1% بالنسبة ليشال يعني كطبيعة الأحوال ما نشهده اليوم في قطاع النفطي استطعت أن يسجل إيرادات تفوق فيها التوقعات إلى حد ما 48 مليار و 500 مليون دولار سوف يعد دخل جاء عند المليار و 550 مليون دولار تراجع بأكثر من النصف ولكن جاء فوق التوقعات بشكل كبير يعني التوقعات كانت عند حوالي المليار و 40 مليون دولار تقريبا ولكن بالنسبة للإنخفاض الأرباح يعني بشكل حاد في ربع الأول طبعا بسبب تراجع أسعار النفط ولكن هذه الأرقام لتجاهة أفضل من التوقعات بدعم إيرادات مصافي النفط وإنتاج الكيمويات والشركة تعلم أيضا عن خفض الإنفاق الاستثماري للعام الجاري الكابكس سينخفض بحوالي 10% تقريبا إلى 30 مليار وهذا آضا شهدنا هذا ترند أو الاتجاه في جميع الشركات في هذا القطاع أما بالنسبة لرويل داتشيل على رغم من تفوقها على التوقعات المحللين إلا أن شهدنا تراجع في السهم بأكثر من 3% ونعلم بأن تكلفت كثيرا في الاستحواذ على بي جي جروب أما بالنسبة لسمنز فارتفع أرباح القطاع الصناعي للشركة في سمنز خلال ربع الثاني المتهي في مارس السابق بدعم من تخفيف العقوبات على إيران وكذلك انخفاض التكاليف بالإضافة إلى صفقات الطاقة مع مصر وبريطانيا وبالتالي شهدنا الإيرادات ترتفع بـ 5% لـ 19 مليار وبالنسبة لأرباح القطاع الصناعي أيضا سجل مكاسب بمليارين و100 مليون يورو ارتفاع بـ 28% وهنا شهدنا التحسن الأفضل بالنسبة لإيرادات شركة سمنز أما بالنسبة لأداء السهم خلال تدورات اليوم بالفعل تفاعل بشكل إيجابي وشهدنا السهم يصعد بحوالي 21 نقطة المئوية إيرفرانس أعلنت عن خسائر والتي جاءت بأفضل من التوقعات بدعم من تراجع أسعار النفط دائما ما نشهد خسائر في الربع الأول من هذه الشركات لسيما في شركة مثل إيرفرانس الفرنسية طبعا سبب يعود لتراجع الطيران خلال هذا الموسم موسم الشتاء ومن ثم نشهد تحسن في الربع الثاني ولكن خسائر حتى كانت أقل بكثير لقررناها مع الربع الأول من العام الماضي خلال هذه الفترة شهدنا إيرادات بالمليار كانت عند 5 مليار و600 مليون فاقت التوقعات ولكن النمو كانت طفيف سيف الخسائر كانت 99 مليون أيضا أفضل من التوقعات التي كانت عند 189 مليون يعني السؤال هنا منه على الرغم من تراجع أسعار النفط لماذا هذه الشركات تعاني اليوم لدينا الشركات ذات البوجت الرخيص وهذا ما يساهم اليوم في أخذ بعض العملاء من هذه الشركات وهناك منافسة قوية جدا حتى مع الشرق الأوسط بالنسبة لي إيرفرانس اليوم طبعا تأثر بشكل سلبي كما أشرنا وتراجعات على السهم بأربعة ونصف في المئة في نهاية الجلسة أما بالنسبة للبنوك فارتفعت أرباح سوسيتي جنيرال لأفضل من التوقعات في الربع الأول مدعومة من دمو الخدمات المصرفية للأفراد بينما يعلم البنك عن خطط خفض النفقات وخصوصا في قطاع الاستثمار سنشهد تخفيض في هذا القطاع بأكثر من 200 مليون بالنسبة للإيرادات جاءت متراجعة بـ 3% فقط بالنسبة لصافية الدخل جاء مرتفع بـ 7% أعلى من التوقعات عنده 765 مليون يورو بالنسبة لأداء أيضا السهم شهدنا شكل إيجابي بالنسبة لدورات السهم وارتفاعات بـ 1 و 18 عشر النقطة المئوية ترجمة نانسي قنقر